النهاردة برضو على هامش المباراة النهاردة الحقيقة قبل المباراة كنا متوجدين من بدري من قبل المباراة تقريبا بساعة ساعة ثلاثة ونص بدأ تمرين للاعبين اللي مش هيلعبوا هذه المباراة تمرينة كانت قوية شوية كانت تمرينة بدنية أكتر منها في كرة القدم كل اللاعبين اللي ما لعبوش في هذه المباراة لعبوا أو أنا آسف اتمرنوا ما قبل المباراة ودي طبعا ده تسخين فريق نادي بيتروجيت ولكن هنجيب لحضراتكو دلوقتي مجموعة اللاعبين اللي اتمرنوا ما قبل بداية هذه المباراة طيب ليه ما لعبوش المباراة؟ لأنه هناك فكر تدريبي بماشي بيه موسيماني عندي لغاية ليفل معين اللاعبة دي لازم تاخد أجزاء بدنية لغاية ليفل معين أو جزء معين عشان هم راجعين من سفرية ورجعين من معظمهم أو كل اللاعبة تقريبا اللي موجودة لعبوا مع المنتخبات الوطنية المختلفة سواء المنتخب المصري أو المحتلفين كلهم في منتخب بلاده وبالتالي هو عايز يوصل بيهم لليفل معين وأعتقد أنه هو حيشاركه في إن شاء الله مباراة يوم الخميس القادم أنا لسه معرفش مين اللي حيلعب ولكن أنا بقول برضو قد تكون من الممكن أن يعدس كده زي ما حضراتكم شايفين اللاعبة دي كلها سواء علي معلول أو عمر السلية أو حمد فتحي أو حسين أو بقية اللاعبين أو صلاح محسن أو كريم ندفد يعني يمكن كريم بس هو اللي يمكن محتاج تمرين زيادة كمان علشان بقاله فترة طويلة بعيدا عن الملعب أليو ديانج، أيمن أشرف، أكرم توفيق، مكسيكوني، مكيسوني وأيضا بقية اللاعبين اللي موجودين كلهم شاركوا مع المنتخبات المختلفة لبلادهم ومنتخب مصر طبعا وبالتالي حيوصلوا لنقطة معينة وإن شاء الله يكونوا جاهزين على يوم 21 وهو ده اللي يهمنا أنا كمدير فني لما يكون عندي 33 لعيب بالناشئين موجودين وجهزين أقدر أختار اللي أنا عايزه، أقدر أقول مين اللي هيلعب النهاردة ومين اللي لو كويس أو مش كويس مايلعبش أنا كمدير فني بتبقى عندي مشكلة ولكن مشكلة أنا بحبها أي مدير فني بيحب هذه المشكلة الجميلة إن أنا يبقى عندي 33 لعيب كلهم جاهزين لبداية الدوري وبداية الكاس وإن شاء الله مباراة السوبر القادمة